كل النبيين اتوا كربلا وجوههم شعطا لرزع الحسين يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله عليك يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا أبا عبد الله ولعن الله قاتليك القول مني في جميع الأشياء قول آل محمد عليهم السلام فيما أسروا وما أعلنوا وفيما بلغني عنهم وفيما لم يبلغني الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأسكى السلام على المبعوث رحمة للخلائق أجمعين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين الله صلى الله على محمد وآله محمد وعجل ولعنة الله على قتلتهم وأعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين آمين الحمد لله الذي من علينا بأبي عبد الله الحسين صلوات الله عليه ومن علينا بإحياء ذكراه في هذه المجالس العامرة التي تمثل الضمانة الأساسية لحفظ هذا الدين الحسين الحسين صلوات الله عليه هو محور الاستقطاب وهو أيضا دمعة الإخضاع لو لا الحسين لجرفتنا التيارات الأخر لاستدرجتنا المذاهب الباطلة والطوائف الضالة التي زيفت الإسلام وحرفته لأن معنى الحسين ولأن معنى الدمعة على الحسين فإننا محصنون كيف لاحظوا أيها الإخوة الإنسان المسلم الشيعي مهما ابتعد عن الدين مهما ساق مثلا وراء دنيا أو وراء فكرة باطلة مهما ذهب هنا أو هناك فإنه ماء تحل مناسبة عاشراء ماء يهل هلال محر من الحرام حتى تجده حاضرا في مجالس البكاء والرثاء لأبي عبد الله الحسين صلوات الله عليه قد يبتعد عن الدين في فترة من فترات حياته قد يتأثر بفكر ما مخالف لتعاليم أبي عبد الله الحسين عليه السلام ولكن مجيئه في كل سنة إلى هذه المجالس وبكاؤه وتأثره يجعله يجدد هذا العهد مع سيده ومولاه ومع المنهج الذي كان الحسين عليه السلام قد ضحى بدمه من أجله فيعود هذا الإنسان ثانية إلى الدين إلى المنهاج الحق إلى الإسلام الحق ولذا إن الحسين منبر الحسين الدمعة على الحسين يمثل كل هذا بالنسبة إلينا أقوى سلاح أقوى سلاح لا يستطيع أحد أن ينتصر علينا أبدا ما دام معنا الحسين وما دام معنا مجلس الحسين ومنبر الحسين وشعائر الحسين هذا الذي قاومنا به طوال أربعة عشر قرن إنه منبر الحسين ذكر الحسين هذه الدمعة التي تنزل على الحسين عليه الصلاة والسلام تعطينا قوة إيمانية بل وحصانة تجاه كل ما هو دخيل على الإسلام والتشيع بمنهجه الحقيقي فليشرق المشرقون وليغرب المغربون مهما ابتعد هذا أو ذاك هذه الرسالة باقية هذا المنهج ماضٍ أهله لأن معهم أقوى سلاح وهو الحسين صلوات الله عليه لماذا انحرف المنحرفون من اتجاهات أخر لأنهم تركوا أبا عبد الله لأنه ليس لديهم مثل هذه الشعائر ليس لديهم مثل هذا الارتباط الوجداني بذكرى ما تجعلهم لا يتأثرون أكثر من تأثرهم بهذه الذكرى وما تنطوي عليه من منهج لو كان لدى الآخرين مثل ما لدينا لبقوا على سبيل المثال إن المعتزلة انقرضت مع أنها كانت طائفة من كبريات الطوائف المنتسبة إلى الإسلام وكان لها مدارسها وعلماؤها وأدباؤها وكانت في بعض مراحل التأريخ الإسلامي كانت هي المذهب الطاغي على هذه الأمة أين ذهبت المعتزلة أين ولت اليوم لماذا انقرضت ليست لديها مثل ما لدينا نحن الرافضة المذاهب الأخر لماذا بقت ولماذا هي الآن في طور الانقراض والاحتضار والاحتضار والزوال إنما بقت بدفع من الحكام لو أن الحكام رفعوا أيديهم عن دعم تلك المذاهب الباطلة لما وجدت تلك المذاهب تستمر وتبقى إنما هو الدعم الحكومي عبر القرون ولا يزال كما ترون المذهب البكري عموما مذهب حكومي مدعوم من قبل السلطة ولولا ذاك لما بقى وهو اليوم رغم هذا الدعم في طور الزوال وفي طور الأفول كما ترون لماذا لأنه ليس لهذا المذهب مثل هذه القضية ليس لهم الحسين ولا مجالس الحسين ولا شعائر الحسين ليس عندهم مثل هذا الارتباط ما بين الفكرة والوجدان والضمير والعاطفة كل ذلك يجعل سببا للتمسك بالإسلام الحق ليس عندهم مثل هذا اقتضت حكمة الله تبارك وتعالى أن يخلق هذا الارتباط أن يوجد هذه الرابطة حتى يتحصن المسلمون الحقيقيون وتصبح لديهم مناعة تجاه كل زيف وانحراف ضد كل منحرف ومزيف ومبطل اقتضت حكمته تبارك وتعالى أن يخلق الحسين وأن يجعل قضيته على هذا النحو الدامي المبكي المؤثر فيترسخ في وجدان الإنسان المؤمن اسم الحسين ومظلومية الحسين وقضية الحسين فتكون دافعا له على الدوام للتمسك بالمنهج الذي ضحى من أجله الحسين يحاول بعض الدخلاء أن يجرفوا الإسلام إلى حيث يشاءون أن يحرفوا فيه أن يزيفوا فيه أن يدسوا فيه بعضا من الأفكار الشيطانية الباطلة وقد ينجح بعضهم لبرهة من الزمن لفترة من الزمن ولكن لا ينجحون إلى الأبد قد يمتد شأنهم فترة من الفترات لكنهم يعودون مرة أخرى إلى الانحسار لماذا؟ لأن أكبر كبراء هؤلاء ما إن تأتي عشرة عاشراء إلا ويضطر صاغرا خاضعا إلى أن يحضر هذه المجالس ويظهر نفسه بمظهر المؤيد لهذه القضية ولمنهج أبي عبد الله الحسين عليه الصلاة والسلام ثم ما يلبث الناس بعد هذا أن يكتشفوا أن منهج هذا الخاضع مخالف لمنهج الحسين عليه السلام فيتركونه ويأخذون بالحسين ومنهج الحسين أكبر الكبراء أكبر الكبراء هكذا أنت جئت وحضرت أنت تدعو إلى الحسين وتقول أنا على منهاج الحسين وتبكي وترى منك الدمعة على الحسين عليه الصلاة والسلام فهذا إقرار منك بأن الحسين هو المثل الأعلى وها أنت تأتي بكلام يخالف ما نطق به الحسين عليه الصلاة والسلام يعاكس منهج الحسين عليه الصلاة والسلام فلا يمكن لنا أن نتمسك بك ونترك الحسين هذه الدمعة التي تدمع عيوننا بها على الحسين هي الدمعة إخضاع لكل من يخالف الحسين وإن تسمى باسمه أو باسم منهجه كله سواء من هنا تظهر عظمة الحسين وقوة قضيته وكيف صار محورا للاستقطاب ما إن يبتعد المسلم حتى يعود إليه ثانية ويتأثر بمنهجه وصار دمعة إخضاع أكبر كبير لا يتمكن من أن يقاوم رسالة الحسين ومنهجه مع أن هذه الرسالة وهذا المنهج سلاحها هو هذه الدمعة هذه الدمعة نقاوم بها كل فكر دخيل كل منهج منحرف ليكن كلامنا بعد هذه المقدمة نضرب به مثالا واقعيا التفتوا أيها الإخوة إلى هذا الذي أقول الله تبارك وتعالى في سورة النجم يقول وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى في تفسير قوله تعالى وأن إلى ربك المنتهى نجد هذه الرواية المروية في الكاف الشريف بسند الكليني عليه الرحمة عن سليمان بن خالد قال قال أبو عبد الله عليه السلام أي الإمام الصادق إن الله عز وجل يقول وأن إلى ربك المنتهى فإذا انتهى الكلام إلى الله فأمسكوا ما معنى ذلك لك أن تتحدث في كل المعارث في كل الشؤون ولكن إذا بلغ الكلام إلى الله بمعنى توصيف ذاته أو محاولة استجلاء كنهه فهذا محرم لا يمكن لأحد أن يخوض في ذات الله عز وجل لا يمكن ذات الله معصومة من أن يدرك كنهها أحد ذات الله طور فوق أطوار عقولنا عقولنا لا تبلغ لا يمكن حتى رسول الله صلى الله عليه وآله الذي عقله هو أكمل العقول عند الخلائق أجمع هو أيضا لا يتمكن من أن يخوض في كنه الله نعم معرفته بالله عز وجل أعمق وأوسع وأكبر من كل معرفة هذا أمر صحيح ولكن إن سألت رسول الله صلى الله عليه وآله مثلا ما حقيقة الله ما كنه الله لا يجيبك يقول لك لا أعرف ولا يمكن أن أعرف لا يمكن فوق طور العقل هذه الآية التي في سورة النجم وأن إلى ربك المنتهى الإمام الصادق عليه السلام يفسرها على هذا النحو يقول فإذا انتهى الكلام إلى الله فأمسكوه بعد لا تتكلم ما يجوز لك تحجي تقول أنه الله هكذا صفته هكذا بمعنى الصفات الصفات التي نحاول بها توصيف كنه الله هذا لا يمكن إنما الصوت انقطع الظاهر إنما الذي نستطيع أن نصف الله عز وجل بصفات إنما الذي نستطيع هو أن نصف الله عز وجل بما وصف به نفسه حتى نعرفه نحن معرفة إيمانية أما أن نحاول أن نصنع كما يصنع المبطلون أن نوصف ذات الله كنها الله فهذا لا يمكن هذا خوض في ذات الله عز وجل وهو أمر محرم لا يجوز ولا يزيد الإنسان إلا تحيرا هذه الرواية التي نقلتها لكم من الكافي الشريف جاءت في أي باب من أبواب الكافي الباب المعنون بي باب النهي عن الكلام في الكيفية يعني في كيفية الله لا يسأل كيف هو الله هذا لا يمكن وفي هذا الباب أو تحت هذا العنوان في الكافي الشريف روايات كثيرة عن أئمتنا الأطهار عليهم الصلاة والسلام في هذا المعنى منها مثلا ما عن حريز عن أبي جعفر عليه السلام أي الإمام الباقر يقول تكلموا في كل شيء ولا تتكلموا في ذات الله عن محمد بن مسلم قال قال أبو عبد الله عليه السلام يا محمد إن الناس لا يزال بهم المنطق حتى يتكلموا في الله فإذا سمعتم ذلك فقولوا لا إله إلا الله الواحد الذي ليس كمثله شيء يقول ذول المناطق اللي يشتغلون بعلم المنطق يتوسعون يتمنطقون أكثر من الحدود المطلوبة في علم المنطق ويحاولون أن يخوضوا في ذات الله يتكلموا في الله من هم هؤلاء الفلاسفة الفلاسفة هذا من أساسيات خلافنا معهم أنهم بصريح العبارة إنما يريدون أن يخوضوا في كنه الله كيف هو الله حتى هؤلاء الذين يسمون أنفسهم الفلاسفة الإسلاميين ويعتمدون ما يسمى الفلسفة الإسلامية هذه مشكلتنا معه الإمام الصادق عليه السلام يقول إذا سمعتم ذلك لما يتكلموا في الله فقولوا لا إله إلا الله الواحد الذي ليس كمثله شيء مهما بلغتم فالله خلاف ما تبلغون مهما توهمتم فالله خلاف ما تتوهمون عن الحسين بن المياح عن أبيه قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول من نظر في الله كيف هو هلك الذي يحاول أن ينظر يعني يتأمل يبحث يكون نظرية نظرية عن الله كيف هو الله هذا هالك هالك في جهنم عن أبي بصير قال قال أبو جعفر عليه السلام تكلموا في خلق الله ولا تتكلموا في الله فإن الكلام في الله لا يزداد صاحبه إلا تحيرا ما توصل إلى شيء تتحير أكثر هنا لاحظ هذه المسألة الأئمة عليهم الصلاة والسلام ينهون عن الكلام في الله بهذا المعنى محاولة القصول إلى كيف هو الله كيفية الله كنه الله لماذا ينهاهم لأن هذا يوقعهم في شرك وكفر جماعة ممن ينتسبون إلى المسلمين وهم أهل الخلاف طوائف عديدة من أهل الخلاف كما تعلمون تكلموا في الله فوصلوا إلى ماذا إلى التشبيه إلى التجسيم جسم الله عز وجل قالوا هو جسم وإن زعموا أنه جسم لا كالأجسام نتيجة قلت أنه جسم يعني محدد بحدود الجسمية يتأطر بأطر الجسمية التي تحتاج إلى أبعاد وطول وعرض وزمان ومكان وحيز حتى يسمى جسما التجسيم ضرب من ضروب الكفر ضرب من ضروب الشرك أشركت بين الله عز وجل وبين خلقه في صفة الجسمية تقول مثل ما أنا عندي جسم اللهم ماذا عنده جسم أي جسم ممثل جسمنا شلون ممثل جسمنا روايات موجودة عندهم اقرأوها أن طول الله أربعون ذراعا ستون ذراعا حسب ما هم يرون اقرأوا في صحاحهم في كتبهم أهل الخلاف فضيحة له يد له رجل له رأس له عين له أصابع له خاصرة حقون ويصفون الله عز وجل بالصعود والنزول والانتقال من مكان إلى مكان هؤلاء قوم من المجسمة والمشبهة وقعوا في ذلك نوعا من أنواع الكفر طيب هذا الأمر لا يحتاج إلى بيان مننا هذه الليلة أظن أن الوعي عندكم أيها الإخوة قد ارتفع إلى حد تتذكرون به ما نقلناه لكم من تصريحاتهم ورواياتهم وأقوالهم الصريحة في التجسيم والصريحة في التشبيه فلا نحتاج إلى أن نعيد فيما يتصل بأهل الخلاف نحن لا نحتاج إلى أن نتكلم أكثر ونبين عقيدتهم الكفرية التي تشبه الله عز وجل بخلقه والتي تجسمه تبارك وتعالى تبارك وتعالى عما يقول هؤلاء تبارك وتعالى أنهم شيعة بعض المنتسبين إلى التشيع وقعوا في هذا الفخ ونظروا له وما زال بعضهم بلا حياء ينظر له ويدعو له ضاربا بعرض الجدار تعاليم أئمتنا الأطهار عليهم الصلاة والسلام ونهيهم الأكيد عن الخوض في ذات الله لأنه لا يزيد الإنسان إلا ماذا إلا تحيرا تضل تحتار أكثر فأكثر طرحوا ماذا بعضهم كملا صدرا مثلا طرح أن الله جسم إلهي نوع من أنواع التجسين كفر طيب ماذا طرحوا أيضا طرحوا هذه العقيدة الكفرية الخطيرة الباطلة التي تهدم الإسلام من رأس وهي عقيدة وحدة الوجود ومن ثم ارتقوا أو بالأحرى زادوا إلى كفر هذه النظرية كفرا فقالوا بوحدة الموجود تقول إن هذا تدخل في كنه الله حين تطرح هذه النظرية هذا في الواقع شرك تشرك صفة الوجود تشرك بالله غيره من الموجودات في صفة الوجود التي جعلتها صفة ذات حقيقة واحدة مشتركة بين الخالق والمخلوق غاية ما هناك أنها حقيقة تشكيكية أي ذات مراتب وأن الوحدة وأن الوحدة بهذا الاعتبار تكون في عين الكثرة والكثرة في عين الوحدة لكن نتيجة ماذا وصفت الله بأنه موجود كما نحن موجودون وحقيقة الوجود واحدة هذا شرك كذلك هذا لا يزيدك إلا تحيرا يقول مو مشكلة خلي زيدني تحيرا أنا أقبل كيف تقبل؟ يقول طبعا أقبل الإمام السجاد عليه السلام كان يدعو هكذا اللهم زدني فيك تحيرا وهذا أمر باطل لم يقل السجاد عليه الصلاة والسلام هذا وإنما نسبه إليه المبطلون من الصوفية من أعداء الإمام السجاد من أعداء منهاج الأئمة الأطهار عليهم الصلاة والسلام ابن عربي وأمثاله قالوا الإمام السجاد كان هكذا يدعو ما كان يدعو هكذا وهذا على النقيض مما جاء في رواياتنا ومرت معنا ماذا جاء في رواياتنا؟ تكلموا في خلق الله ولا تتكلموا في الله فإن الكلام في الله لا يزداد صاحبه إلا تحيرا إذا التحير في الله مذموم أم ممدوح مذموم وإلا لما نهى عنه الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام تتفاجأ بأن شخصاً ممن يدعي التشيع وهو مصطفى الخميني ابن الخميني له كتاب تفسير معروف تفسير القرآن العظيم لما يأتي إلى أوائل سورة البقرة الشريفة بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ماذا يقول هناك في وصف المتقين الذين هم على هدى من ربهم يقول أكو مرتبتين أكو متقين عوام عاديين هؤلاء الذولة اللي إيه على هدى لأنهم ماذا يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ومما رزقناهم ينفقون موشكل فهؤلاء على هدى لأنهم عرفوا الله بهذه المعرفة البسيطة المجردة أما هنالك من من ارتقوا في التقوى إذوا لفرست كلاس وصلوا إلى مراتب أعلى فعرفوا أن الله عز وجل ماذا ليس غيره في الدار ديار يعني شنو؟ يعني وحدة الوجود كلنا وهؤلاء هم المتحيرون الضالون ولكن في ماذا؟ في ذات الله متحيرون ضالون في ذات الله وهؤلاء ممدوحون على هدى من ربهم لأن الإمام السجاد كان يقول ربي زدني فيك تحيرا طيب وين مصدر هذا الكلام؟ يقول ابن عربي قال يعني ابن عربي ناخذ مننا روايات أمتنا عليهم الصلاة والسلام والتي تناقض ما جاء في مصادرنا المعتبر وروايات فقات الأئمة شايف المفارقة أشقد بشعة 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 هذه يقول مصطفى الخميني في تفسيره في المجلد الثالث الصفحة 92 تحت عنوان علم الأسماء والعرفان شنو يقول؟ يقول أولئك على هدى من ربهم أي إن المتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون على هدى من الرب المقيد بهم للرب المطلق عجيب صار أكو ربين أكو رب مقيد بمن؟ بذول العوامل هذا مستوى معرفتهم بالله أما الرب المطلق غير شيء التفت جيدا فإن كل موجود متحرك بالجبلة والطبيعة إلى الاسم المخصوص به ويهتدي بهداية ربه القائم بربوبيته فإذا كان هؤلاء من المتقين الواقعين في الرتبة الأولى من التقوى وهو الإيمان بالغيب وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والإيمان بالرسل والكتب فهو على هدى من الرب الخاص والنعت المخصوص والاسم المعين هذا الرب الخاص المقيد زين وَأَمَّا الْمُتَّقُونَ الْرَاقُونَ هذولا عندهم رقي في التقوى شايف شلون المتقون ماذا؟ الراقون هذولا هذولا الصعدة وفوق وأما المتقون الراقون الذين اتقوا من توهم استناد أصغر شيء إلى غير الله والذين اتقوا من توهم وتخيل وجود غيره في الدار يعني ماذا؟ اتقوا من توهم استناد أصغر شيء إلى غير الله هنا يجي لك بعض الذول الذين يدافعون عن مسلك العرفان الباطل فيقولون يقصد أن كل شيء قائم وجوده بوجود الله هذا معنى صحيح مع أن هذا المعنى للعلم علميا أيضا فيه إشكال لأننا لا نقول بأن قيامنا نحن المخلوقات بالله عز وجل على نحو قيام المعلول بالعلة ما نقول هكذا للعلم هذا للعلم علميا يحتاج إلى تفصيل لا مجال الآن لبيانه الحاصل يحاولون يعبرون أو يأولون هذه العبارة منه بما لا يناقض الإسلام ولكن ماذا تصنع مع العبارة الثانية الصريحة في أنه يقول كل شيء هو الله والذين اتقوا من توهم وتخيل وجود غيره في الدار يعني هؤلاء المتقون الراقون إنما هم الذين لا يتخيلون أن هناك شيء غير الله عز وجل ماكو شيء أنا وإنت والسجاد هذا والمنبر والميكروفون كل الأشياء كل الأشياء هي الله ليس في الدار غيره ديار هذه عبارة مشهورة ترى عند الصوفية وعند الفلاسفة والعرفاء مشهورة ليس في الدار غيره ديار عبارة صريحة في وحدة الوجود والموجود شي يقول يقول والذين اتقوا من توهم وتخيل وجود غيره في الدار والذين اتقوا من رؤية أنفسهم وذواتهم فإن ذلك ذنب لا يقاس به ذنب أن واحد يلتفت إلى نفسه ويقول أنا أنا لا لازم تقول أنا فان في الله فوجودي وجود الله أتحد مع الله أذوب في الله أندك في الحضرة الأحدية فناء والذين اتقوا من هذه الخواطر كلا في جميع اللحظات والآنات فأولئك على هدى من الله الرب المطلق قلنا لك ذولاك العوام شنو المساكين على هدى من الرب المقيد اللي هو الخاص بنعتهمهم بما يتوهمونه هم أما هؤلاء المتقون الراقون العرفاء الشامخون فوصلوا إلى مقام ماذا ألا يتخيل وجود شيء غيره في الدار فهؤلاء ماذا وصلوا إلى معرفة الرب المطلق ويكونون مظهرا لمثله هذولا مظاهر الله يصيرون هذول العرفاء المتقين ومتدلين بالاسم الجامع والعدل وأولئك هذول المتقون الراقون وأولئك هم الضالون المتحيرون المترنمون بقولهم ربي زدني فيك تحيرا كما عن سيد العابدين وإمام الساجدين وإحنا في الهامش في هامش هذا التفسير شمخلي مخلي مصادر هذه المقولة المكذوبة على سيد العابدين عليه الصلاة والسلام المصادر شنو شوف راجع الفتوحات المكية ابن عربي والتجليات الإلهية أيضا لابن عربي وراجع شرح منازل السائرين للكاشاني المنازل السائرين للهروي يشرحه الكاشاني كلهم من المتصوف الخبثاء الكفرة الزنادقة من أهل الخلاف ينسبون أقوالا للأئمة الأطهار عليهم الصلاة والسلام وأنتم تعلمون أيها الأخوة تعلمون أن المتصوف الصوفية إلى اليوم يعتبرون زين العابدين عليه الصلاة والسلام من أئمتهم يقولون من أئمة الصوفية كان صوفي الإمام السجاد صدق كان صوفي ولذلك يضعون أحاديث وأقوال يقولون الإمام السجاد كان يقول ربي زدني فيك تحيرا زين الإمام السجاد يقول هذا الكلام يعني شنو معنى يعني الإمام السجاد صراحة يطلب من الله الضلال وإنت اللي تسمي نفسك فقيه شيعي المفروض اللي تقول أنا شيعي هب أن المتصوف يقبل بهذه الكلمة المنسوبة للإمام السجاد عليه السلام هب أنه هكذا يا صنا ولكن أنت كفقيه كيف ساغ لك أن تأخذ بهذه الكلمة المرسلة عن السجاد عليه السلام والتي يرويها زنديق مثل ابن عربي في كتابه وتهمل في المقابل ما رواه ثقة الإسلام الكليني في الكاف الشريف عن ثقات التشيع وثقات الأئمة عليه السلام أنهم نهوا عن أن يخوض إنسان في ذات الله وأن لا يتكلم في الله لأن هذا لا يزيده إلا تحيرا يعني التناقض بين المقولتين ظاهر معقول الإمام السجاد عليه السلام يقول ربي زدني فيك تحيرا وابنه وتلميذه الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام يقول فإن الكلام في الله لا يزداد صاحبه إلا تحيرا شلون تتوفق بين الأمرين الشيعي هو من يرجع إلى مصادر التشيع لا إلى مصادر أهل الخلاف خاصة إذا كانوا من الزنادق الذين يكذبون على أئمة أهل البيت كما كذبوا على رسول الله صلى الله عليه وآله لتصحيح بدعتهم الصوفية كذبوا كثيرا على رسول الله لتصحيح بدعتهم وكذلك كذبوا على أئمة المسلمين ومنهم علي بن الحسين صلوات الله عليهم هنا يقع النهي عن التحير أو بيان أنه صفة مذمومة ولذلك يمنع الإمام عن الكلام حتى لا تصل إلى التحير في الله عز وجل فتكفر وهناك من جهة أخرى يدعو يقول ربي زدني فيك تحيرا إشلون إحنا نتجاهل مصادرنا وثقاتنا وعلماءنا وأصحاب إمتنا والروح ناخذ دين عن أعدايا إمتنا عليهم السلام عن أمثال ابن عربي وننسب بلا حياء ينسب هذه الكلمة ويقولوا كما يقول المترنمون كما قال السجاد زين العابدين ربي زدني فيك تحيرا ومع الأسف في الكويت أتذكر إحدى المؤمنات أبلغتني أنه في بعض المجالس النسائية هناك كانت الخطيبة عندهن امرأة ميالة إلى ذول أهل العرفان الباطل ومن أشبه فكانت لما تختم المجلس تقول اللهم ربي زدني فيك تحيرا وذول المساكين همشي يقولون يقولون آمين شوف المخازي والمهازل من يقول ربي زدني فيك تحيرا هذا الذي هو بعيد عن الإسلام بعيد عن منهاج الأئمة الأطهار عليهم الصلاة والسلام هذا ليس من أدعية أئمتنا ولا من مقولات يا إمتنا هذا من مقولات ابن الفارض أحد أعلام الصوفية إنسان خبيث من المتصوفة أبو حفص عمر بن الفارض اسمهم عمر بعد هذا إلى أبيات شعر بالفعل يترنم بها المترنمون ممن هم على بدعة الصوفية يقول في أبياته زدني بفرط الحب فيك تحيرا وارحم حشا بلضى هواك تسعرا وإذا سألتك أن أراك حقيقة فاسمح ولا تجعل جوابي لن ترى يا رب زدني فيك تحيرا وخليني أشوفك أيضا ولا تقول لي لن تراني لا تقول وهذا تجد الصوفية يتغنون به بهذه الأبيات وبعدين بقدرة قادر تنقلب هذه المقولات الزائفة إلى أن تصبح أحاديث شريفة أو أدعي شريفة عن أئمتنا الأطهار عليهم الصلاة والسلام أين أنتم؟ إلى أين أنتم ذاهبون؟ يا أيها الدخلاء الذين تتسللون بهذه العقيدة المريضة المنحرفة تتسللون بها إلى حوزاتنا وإلى أوصاطنا العلمية ومن ثم إلى عوامنا إلى عوام الشيعة فتضلونهم هذا كمثال أعطيك فقط عن أنه كيف هؤلاء لا يستحون من مخالفة منهاج لأئمة الأطهار عليهم السلام ثابت عندهم أن الأئمة نهو عن التفكر في الله باب كامل في الكاف الشريف فيه الروايات التي انتخبت لكم منها بضع روايات في هذا الشأن باب كامل في الكاف الشريف حول هذا الشأن ولئما يقولون التفكر في الله لا يزيد الإنسان إلا تحيرا وفي المقابل يرحون يأخذون يفتشون عن الكتب الخبيثة للصوفية وغيرهم ويجعلونها معيارا وينسبون ما فيها من موضوعات إلى الأئمة الأطهار عليهم الصلاة والسلام في مصادمة صريحة لما رويناه ورواه ثقاتنا عن الأئمة الأطهار عليهم السلام فإذن ما يبقيكم بيننا أنا السؤال لهؤلاء اللي يسمونه في سمع ورفاء ما يبقيكم بيننا اذهبوا التحقوا شكلوا لكم حوزة روحوا ما أدري وين روحوا تونس أي مكان روحوا مكان ابن عربي شكلوا هناك حوزة ابن عربي بدلوا همثيابكم لباسكم صيروا أنتم مذهب ابن عربي لا تقولوا نحن مذهب التشيع أنا مشكلتي وياكم هذه أنتم تضلون الناس باسم التشيع وباسم الأئمة الأطهار عليهم الصلاة والسلام أنت بصريح العبارة تعتمد كتاب الفتوحات المكية ما تعتمد الكافي الشريف الكافي الشريف فيه روايات تناقض ما في الفتوحات أنت تتأخذ ما في الفتوحات تهمل الكافي الشريف أنا أنتمي إلى مدرسة الكافي الشريف أنتمي إلى مدرسة شثقة الإسلام الكليني أنتمي إلى هذه المدرسة أنت تنتمي إلى مدرسة ابن الفارض وابن عربي والهروي والكاشاني وغيرهم يروح الله وياك ليش باقي في أوساطنا تنتحل التشيع أيها المنتحل الخائن لماذا تؤسس للكفر والضلال والانحراف بسم الله إمة الأطار عليهم الصلاة والسلام أما تستحون ثم أين أنتم أيها الشيعة لماذا يستغفلكم هؤلاء نحن منهاجنا ما نبدأ به ونقول القول مني في جميع الأشياء قوله آل محمد عليهم والسلام إحنا ما عندنا كلام غير كلامة إمتنا فأي واحد كائنا ما كان إذا على رأسه أكبر عمامه يقول كلام مخالف للأئمة الأطار عليهم والصلاة والسلام لازم تدوس عليه مو تحترمة باب كامل في الكاف الشريف ينهى عن التفكر في الله هؤلاء يأتون يصححون التفكر في الله يقول نتفكر يتقول له هذا يزيدنا تحيرا يقول إيه مو مشكلة رب يزدني فيك تحيرا حتى الناس تكفر تضل صاحب الميزان تعرفوا له ما تعرفوا هذا التفسير الذي كادوا أن يجعلونه عجلا يعبد من دون الله تفسير الميزان يغالون فيه كثيرا وفي صاحبه كثيرا أنه ما إجى تفسير مثله ولا راح يجي تفسير هم مثله هم وصلين لك تفسير الميزان إلى أعلى المراتب وحقيقة هستدع عنك انحرافاتي هو أساسا تفسير ضعيف بس المشكلة ماذا متهافت أصلا أيضا فيه تهافتات تناقضات تضادات موجودة بس من يكتشف هذه الأمور الخبير الناس لأن المستوى المعرفي عندها هابط فاتمر عليها هذه الأمور أيها الإخوة المشكلتنا هي ماذا نقصان حالة المعرفة والوعي التدني والهبوط عند الأمة يخليها ماذا تنخدع بالبالونات تنخدع بالعناوين العريضة صاحب الميزان أنا أصلا أسميه صاحب الاختلال هذا مو ميزان هذا اختلال هذا صاحب الميزان هذا شنو يقول في ميزانه في اختلاله العلامة الطباطبائي أنت عرفت أنه لأم ماذا نهو عن التفكري في ذات الله صحيح نهو عن التفكري في الله يهلك الذي يتفكر صريح عباراتهم صلوات الله عليه لا يزيد المرأة إلا تحيرا لا يزيد المرأة إلا ضلالا شنو يسوي هذا بكل وقاحة لما يأتي أيضا إلى تفسير قوله تعالى وأن إلى ربك المنتهى ويذكر بعض هذه الروايات يأول هذه الروايات يقول لا هذا مو نهي مطلق هذا النهي إرشادي يعني شنو اللي ما عنده تعمق في العلوم الفلسفية والعقلية وما شاكل لازم هذا ما يبحث في ذات الله يحاول يعرف كنه الله شنو لأنه يظل ويهلك أما ذاك اللي مثلنا يعني مثلهم هم واصل إلى مرحلة من التعمق مرحلة من العلو والرقي في هذه المباحث فهذا ماكو مانع عنه يتعمق ويتفكر في الله عز وجل ماكو أي مانع شوف هذا نص عبارة في تفسيره في تفسير سورة النجم في تفسير قوله تعالى وأن إلى ربك المنتهى ارجع إليها وقرأوها يقول أقول وفي النهي عن التفكر في الله سبحانه روايات كثيرة أخر مودعة في جوامع الفريقين والنهي إرشادي متعلق بمن لا يحسن الورود في المسائل العقلية العميقة فيكون خوضه فيها تعرضا للهلاك الدائم يقول نهي إرشادي هذا مو نهي مولوي محقق هكذا يحاول أن يؤول الروايات حتى يصحح ماذا بدعته منهجه المبتدع نحن نقول لا يجوز لنا أن نأتي إلى هذه المنطقة المحظورة أبدا خلص تكلموا في خلق الله ولا تتكلموا في الله فإن من تكلم في الله ماذا هلك خلص وأن إلى ربك المنتهى إلى الله توقف تنتهي هنا خلص ما تتجاوز هذه المنطقة هذا الخط ما تتجاوز أبدا هذو لا يريدون تجاوزه طيب شي سوون مع وجود الروايات الصريحة الناهية شي سوي ما يقدر خوه يكفر بالروايات صراحة جهارا نهارا يطردوا من التشيع يأول يلعب في مفاهيم الروايات يقول روايات إرشادية نهي إرشادي شون الدليل على أنه نهي إرشادي ما القرين على أنه نهي إرشادي أين جاء أن الأمة أو الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله أجاز التفكرة في الله وين جيب لي رواية واحد هذا النهي إرشادي من أين جئت به من ابن عربي الذي يقول لأنه علي بن الحسين يقول ربي زدني فيك تحيرا تعتمد على ذول ذول الثقات عندك يرون عن الأمة إذا إحنا فتحنا هذا الباب كل النواهي والمناهي نستطيع أن نقول عنها إرشادية حتى الشرب الخمر منهي عنه صحيح في الكتاب والسنة أنا أقدر هالشكل إذا أمشي على بدعتهم ألعب هالشكل في المفاهيم وفي دلائل النصوص الشريفة أقول إيه هذا منهي إرشادي هذا متعلق بمن بمن الخمر تؤثر على عقله يشرب هواية يكرع الخمر كرعا بحيث يأثر على عقله أما ذاك اللي مثل الإنجليز وغيرهم في شرب الخمر مثل العصير يوميا يشرب له فد مقدار طبيعي فد شيء هالشكل ضئيل ما يأثر على إدراكه ما يأثر على عقله بس مثلا حتى يشعر شوية من راحة البال شوية مثلا حرارة يقال اللي يشرب خمر يشعر بحرارة مثلا في أجواء البرد مثلا فهذا ماكو مانع يسوي مو مانع أبدا خاصة مع روايات عمر أو عائشة اشربوا ولا تسكروا هذا هو المهم اشرب بس سكر ليسي كل شيء نقدر نلعب فيه بالشريعة أيها الأخوة إذا فتحنا هذا الباب كل شيء كل نهي نقدر نلعب به هذا اللعب أنت يا صاحب الاختلال بأي وجه شرعي استحللت أن تجيز ما تضافرت عليه الروايات من التأكيد الأكيد والنهي الأكيد الشديد عن التفكر في ذات الله عز وجل بأي شيء استحللت ما الذي صرفك إلى صرف هذه الروايات إلى هذا المعنى إلا أن يكون محاولة تصحيح البدعة لأن منهجهم لا يستقيم إذا سد هذا الباب كل المباحث التي هم يتعرضون إليها في الإلهيات والعقليات إنما يراد بها ماذا الوصول لما يسمونه علة العلل يعني الله عز وجل الحقيقة المطلق الحق يريدون الوصول إلى حقيقة الوجود وهي عندهم الله عز وجل فكلهم يريدون أن يخوضوا في ذات الله يريد يحكي يريد يتكلم يريد فلسف حول هذا الموضوع فإذا هذه الروايات تبقى على حالها ودلالتها على حالها يسد الباب من البداية كل كتبهم لازم يقومون يذبونها في الزبل ما يصير وش يساوون إذن شون يصححون منهجهم مضر يقومي أول من هنا ابتدعوا القول بوحدة الوجود ومن ثم وحدة الموجود صراحة قالوا أولا أن الوجود حقيقة واحدة مشككة ذات مراتب أكو واجب الوجود أكو ممكن الوجود تتعين هذه الحقيقة في تعينات وجودات خارجية لكن الحقيقة واحدة إحنا وأله حقيقة وجودنا واحدة لا يسعني أيها الإخوة أن أفصل أكثر في هذا الشأن لأنه هذا بحث عميق يحتاج إلى كثير من الكلام والبيان لكن فقط أنقل لكم تصريحا لصاحب الاختلال هذا في كتابه الآخر نهاية الحكمة في الصفحة ثمانية عشر حين يتحدث عن حقيقة الوجود فماذا يقول يقول الحق أنها واحدة في عين أنها كثيرة طيب ما دليلك يقول لأننا ننتزع من جميع مراتبها ومصاديقها مفهوم الوجود العام الواحد البديهي الأصح طبعا أن يقول البدهي على ايتحاد ومن الممتنع انتزاع مفهوم واحد من مصاديق كثيرة بما هي كثيرة غير راجعة إلى وحدة ما يقول تعالى لا شك أن وجودنا ووجود الله واحد الوجود حقيقة واحدة لماذا؟ لأننا لا يمكن أن ننتزع من كل مصاديق الوجود ومراتب الوجود إلا حقيقة واحدة وهي الوجود أنه هذا موجود سؤال تقول الله موجود لا ما تقول موجود تقول أنا هم موجود لا لا تقول موجود يقول إذن الحقيقة واحدة ما نقدر ننتزع من هذه المصاديق أن هناك مع أن هذه مصاديق متغايرة مراتب متغايرة لكن حقيقة الجامع هذا ما هو؟ الوجود أنا موجود البحر هم موجود الشمس هم موجود الأرض موجود الله هم موجود كلنا إذن ماذا؟ موجودون إذن لنا حقيقة واحدة نحن نقول نحن المسلمون المسلمون أتباع أهل البيت عليهم والصلاة والسلام نقول إن وصفنا لله عز وجل بأنه موجود لا يقتضي أو يلزم منه الاشتراك بين صفة الوجود فيه وصفة الوجود فينا نحن المخلوقون إنما نصفه بالموجود من باب ضيق العبارة نريد أن نقول إنه موجود بمعنى إنه ليس وهما أو خيالا كما يقول الملحدون أو الماديون أو الطبيعيون يقولون أنت صنعت الله ماكو الله ماكو الله ففي الرد عليهم نقول إن الله موجود ولكن لا نريد بذلك أن وجوده وجودنا أو أن الحقيقة مشتركة إنما نصفه بأنه موجود من باب ماذا؟ ضيق العبارة وجوده الحقيقي لا نعرفه نقول إن الله خالق الوجود مو هو وجود لا نقول هكذا إذا قلنا الله وجود ونحن أيضا وجود صار شركا صار تشبيها شبهت صفة الوجود في الله بصفة الوجود في المخلوقين صارت صفة مشترك أنا حينما أقول عن نفسي أنا موجود إنما أنفي ماذا؟ أنفي العدم في نفسي أني لست عدما لست وهما لست خيالا كذلك حين أقول الله عز وجل موجود إنما أعني أنه ليس بعدم ليس بوهم ليس بخيال الجامع المشترك انتزاعي محض فقط الاشتراك اشتراك لفظي مو اشتراك معنوي ماهوي الله عز وجل موجود أنا موجود نقول هذا اشتراك لفظي من باب ضيق العبارة أما وجودنا غير وجود الله حتى الوجود بالنسبة إلى الله عز وجل هو الله خالق الوجود الوجود الذي نحن نعرفه صفة الوجود الله خالقها فالاشتراك هو فقط اشتراك لفظي وليس اشتراكا معنويا ماهويا ليس هكذا حقيقيا أبدا انتزعنا صفة الوجود من المخلوق والخالق من هذه الجهة بهذا الاعتبار لا باعتبار أنه إذا انتزعنا من المصاديق مفهوما فهذا يقتضي وحدة المنتزع بين المصاديق لا نقولها هذا يكون شركا نعوذ باللخ تقول لي كيف تقول الله موجود ونحن ما نعرف ما معنى وجوده نقول لك فوق طور العقل الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام يقول في كما رواه عنه المفضل بن عمر في توحيده يقول ثم ليس علم الإنسان بأنه موجود يوجب له يعني بأنه بأن الله عز وجل موجود يوجب له أن يعلم ما هو وكيف هو أنا أعلم أن الله عز وجل موجود ولكن هذا لا يوجب أن أكون عالما كيف هو موجود وما هي وجوده ومن ثم أفرع على ذلك أن الحقيقة الوجودية مشتركة بيني وبينه أو أن وجودي ووجوده من سنخ واحد من حقيقة واحد إمام الصادق عليه السلام يقول لا هذا لا يوجب ذاك يلفون ويدورون من أجل تصحيح أصالة الوجود ثم بعد ذلك الوصول إلى وحدة الوجود ثم منها يتوغلون إلى ما هو أشد كفرا وهو القول بوحدة الموجود موجود كل شيء هو الله يتقدمون في هذا الميدان يستمرون في هذا المسلك الشيطاني وبماذا يواجهون المسلمين بماذا يواجهون الموحدين الذين ينزهون الله عز وجل عن كل صفة من صفات المربوبين يواجهونهم بأسلحة بدعاوى فارغة عادة شوفوا لما نطرح نحن هذه البحوث يجيبون بماذا الناس تتأثر تأتي إلى منهج الحسين عليه الصلاة والسلام إلى منهج لإمة الأطهار عليه الصلاة والسلام فبماذا يجابهونهم يقولون لا عادة ترى دائما يستخدمون هذا السلاح يقولون ترى هذه بحوث عميق هذه بحوث دقيقة لازم الواحد عشرين ثلاثين سنة يدرس فلسفة وعرفان حتى يفهم لا ليس كما تتوهمون ليس كما تتصورون ليس هذا هو المعنى الذي نقصده من وحدة الوجود ليس هذا هو المعنى وإنما نحن إنما نتكلم بعرفان أهل البيت وحدة الوجود لا تناقض منهج أهل البيت أنتو جهل أنتو متفهمون كيف تتكلمون هكذا عادة يحاربون المؤمنين بهذا السلاح وهذا السلاح ساقط لا يؤدي إلى نتيجة لماذا لأنه كل عاقل كل عاقل يعلم بأنه إنما يحاكم صاحب المنهج على ما يقوله وما يدونه في كتبه ونحو ذلك إحنا الآن شلون دا نحاكم فرويد شلون نحاكم مما كتب فرويد شلون نحاكم داروين مما كتب داروين شلون نحاكم لينين مما كتب لينين شلون نحاكم كارل ماركس مما كتب كارل ماركس وهكذا نشوف ماذا كتب نحاكم نشوف هذه الأقوال منسجمة مع منهاجنا مع منهاج الكتاب والعتر أم لا فإذا وجدناها غير منسجمة وجدناها متناقضة جرمنا أولئك ورميناهم بالانحرف صحيح أو لا إش عجب هذا المنهج العقلاء لا تقبلونه على أنفسكم أنتم يا من تدعون أنكم عرفاء ليش ويا من تروجون لوحدة الوجود والموجود لماذا ليش تستغفرون الناس تقول لا أنتم لم تفهموا كلامنا أنتم يجب أن تدرسوا عشرين ثلاثين سنة في مدرستنا في منائجنا حتى تستوعبوا الكلام أنا أحتاج إلى أن أذهب لكي أدرس مثلا عشرين سنة في جامعة غربية تدرس الإلحاد تدرس النظرية التطورية نظرية الارتقاء والنشوء والتطور حتى بعدين أحاكم نظرية داروين أحتاج إلى هذا أنا مدى أحاكم النظرية بناء على مبانيكم أنا لما أتكلم أقول ما جاء به داروين غلط مدى أنطلق من مبانيه هو من مباني جامعته هو مدرسته هو مسلكه هو حتى أحتاج أدرس ما درسه أو درسه هو القواعد التي أصلها هو أنا أشوف النتيجة التي جاء بها داروين هل تتوافق مع الإسلام فأقبلها أم تتناقض مع الإسلام فأرفضها فأنا در أنطلق من ماذا؟ من دراستي أنا من مباني أنا من قواعدي أنا لست بحاجة إلى أن أدرس تلك المباني لأنه أنا ما أحاكم ذلك المنهج بناء على قواعد ذلك المنهج هذه مغالطة يتبعها هؤلاء من من هؤلاء أنفسهم المغترون اليوم بالعرفان والفلسفة وما شاكل يقولون نحن لا يحق لنا أن نرفض ما جاء به فرويد مثلا أو غيره إلا قبل أن نذهب إلى الجامعات الغربية التي تدرس فلسفة فرويد مثلا وبعد ذلك نرفضها أما إلى الآن لا أحنا ما فهمنا كلامه وما نعرفه إلى آخره هذا معناه تعطيل للعقول تعطيل للعقول أيها الإخوة من منا راحوا درس دورة فقهية كاملة في فقه أبي حنيفة مثلا والشافعي وابن حنبل وغيره حتى بعدين يرد استنتاجات واستنباطات أبي حنيفة شنو أنا محتاج؟ أروح عشرين سنة مثلا بالأزهر حتى أدرس ماذا قال أبو حنيفة وعلى أي مباني استند ثم بعد ذلك أروح أحاكمة حتى أخطأ أنا لي مبانية لي أصالتي أنا أشوف النتائج التي جاء بها أبو حنيفة أبو حنيفة أفتى بهذه الفتوى أشوفها مخالفة لما أفتى به لأمة الأطهار عليهم الصلاة والسلام أرفضها أقول أبو حنيفة شنو؟ منحرث هذا يكفيني خلص هذا منهج عقلاء أيها الإخوة يعتمده كل البشر العجيب في هؤلاء أنهم إنما يستغفلون الناس بهذه الدعوة ولا يقبلون بأن يناظرهم أحد لا يقبلون بأن يحاكمهم أحد ويجعلون كل منهجهم في طور الغوامض والأسرار بس هذه حرفة العاجز حيلة العاجز أنا الآن مألف كتاب مو الشكل؟ اتخيل لو أنا واحد يريد يناقشني بالكتاب أقول له أبدا وأسمح لك لأنه أنت ما تستوعب الكتاب مفاهم الكتاب لازم تحضر عندي خمس سنوات أدرسك مثلا حتى بعدين تشكل على الكتاب ماذا يقال عني؟ يقال عني إنه يفر من أن يشكل على كتابه من أن ينتقد كتابه صحيح لو لا؟ هذا عاجز هذا هذا يريد بأي طريقة يبتعد عن مقارعة الحجة بالحجة لماذا تغلق هذا الباب؟ أخذ كتب الطباطبائي أخذ كتب الخميني وغيرها ألاحظها أتأمل فيها جيدا أدرسها مو مشكلة ثم أنقدها لك أن ترد علي بدعوة أنك ما فهمت هذه العبارة مثلا بس رد مو أنه تقول لا أنا أصلا حتى ما أرد لأنه أنت أصلا ما فهم وما رح تفهم إلا لازم تنخرط في مسالكنا الشيطانية وتدرس ما درسناه بعد ذلك ماذا؟ تعال أنقد خوة هو واحد إذا ينخرط بمسالكهم الشيطانية بعد خلص ينجرف يروح مثل واحد يقول تعال لا أنت ما لك حق تحكي على هاي النظريات الإلحادية قبل ما تدرس الإلحاد وكم من شخص ذهب ودرس الإلحاد والحد واحد من الشباب الكويتين هكذا أتذكر بالكويت جلس معي كان مؤمنا راح إلى أمريكا إحدى المواد التي طلب دراستها في الجامعة للاطلاع على أساس وعلى أساس يعني يردها يعني في المستقبل يكون عنده خبرة ما أدى في الطبيعيات عندهم ما أتذكر شنو فما كمل كم شهر وألحد خلص قال هذه أثبتت لي أنه الله خرافة نعوذ بالله فالسهب أن الإنسان محصن هو مو مشكلة ليس من الضروري أنه حينما يريد أن ينقض مبدأ أو منهجية أو فكرا أو عقيدة أن لا بد أن يسلك مسالك هذه الفكرة أو هذه العقيدة من بدو أصولها وقواعدها يكفيه أن يحاكم النتائج هذا كاف بالنسبة إليه النتيجة تأخذها اتقارنها مع ما جاء به الإسلام والتشيع اتشوف يتوافق لو شنو لو يتعارف مثل ما نحن صنعنا الآن في هذه الأمثلة إلى إما عليهم الصلاة والسلام قالوا لا تتفكروا في الله يجي لك صاحب الاختلال يقول لك ماذا تفكر في الله إذا تريد التعمق إذا تريد تصير معمق تدرس هذه الأمور لك مسموح لك أن تتفكر بالله تقول خلص هذا إكس تخلي عليه لأنه هذا مناقض لما جاء به إلى إمة الأطهار عليهم الصلاة والسلام إلى إمة الأطهار عليهم السلام أثبتوا أن الله خلو من خلقه وخلقه خلو منه ماكو اشتراك أبدا في أي صفة هم ماكو اشتراك أبدا ماكو اشتراك فأنا ملست مستعدا لأن أقول هناك اشتراك في صفة الوجود هذا مناقض لما جاء به إلى إمة الأطهار عليهم الصلاة والسلام وما دام مناقضا فهو انحراف وكفر لا أقبله مهما جئت وتفلسفت وأولت وتمنطقت إلى ما هنالك وادعيت وصلا بلا إمة الأطهار عليهم الصلاة والسلام ثم هناك مسألة أخرى المسألة هذه أنه عموما هذا المنهج المريض منهج ما يسمى بالعرفان حسب المنهج الرائج اليوم هذا المنهج محاط بغوامضة وما هم يزعمون أنه أسرار طيب وإحنا القاعدة الشرعية عندنا ماذا تقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك الإمام عليه السلام يقول الحق مثل الشمس على مثل الشمس اشهد الحق بين وواضح ليس فيه غوامض أي منهج تستشعر منه خاصة إذا صرح أربابه أنه هناك غوامض وأسرار لا يباح بها هذا المنهج تحفظ لا أقل عليه يقول هذا منهج ممقبول الإسلام مو هكذا هذا ليس ديدنا الإسلام الإسلام منهج واضح كوضوح الشمس أما غوامض وأسرار ما يصير طيب إحنا نحاكمكم مما أنتم تقولون يا أيها الذين تزعمون أنكم عرفاء وعارفون ماذا يقول الخميني في تعليقاته على شرح فصوص الحكم ومصباح الأنس فصوص الحكم إلما لابن عربي فالصفحة 98 يقول بالنص يقول وهذا من الأسرار التي لا يمكن إشفاء إفشاء حقيقتها والتصريح بها فالعالم خيال في خيال ووهم في وهم ليس في الدار غيره ديار تأمل تأمل تعريث إذا لم يكن هذا زندقة وكفرا وانحراف فأي شيء هو الكفر والانحراف أولا يصرح يقول ترى هذه أسرار لا يباح إفشاؤها هذه بحد ذاتها كافية للتجريم كافية كما قلت لك من أجل الإسلام واضح أي حد يقول أسرار غوامض طلاسم قل لهذا بعيد عن منهج الإسلام إلى إما هكذا ربون نعلمون بعد ذلك يأتي بصريح العبارة يقول ترى أنا ما أقدر أفشي كل شيء بس هالشكل إشارة عابرة ترى التي وهذا من الأسرار التي لا يمكن إفشاء حقيقتها والتصريح بها فالعالم خيال في خيال إحنا ترى عايشين في خيال ووهم في وهم إشلون؟ ليس في الدار غيره ديار كل الله ترى كلنا الله كلنا الكثرة في عين الوحدة والوحدة في عين الكثرة إحنا متكثرون لكن في كثرتنا ماذا؟ واحد وهو الله يقول أنا أنا واحد صحيح؟ بس أنت عندك كثرة كذلك أنت مركب من نفس وروح وبدن ودم وعقل وإلى آخره موشكل وأجزاء البدن يد ورجل وبطن وظهر وأصابع وإلى آخره موشكل فأنت أيضا متكثر أنت متكثر لكن في عيني ماذا؟ شيء واحد فيقول هذا الوجود كله بما فيه كثرة لكن في عين الوحدة ليس في الدار غيره ديار الله حقيقة الوجود الله هو كل الوجود كل الموجودات ويقول تأمل تعرف شوية تأمل هالشكل أصف تكتشف أنه أنت ترى هم جزء من الله اكتشف هالشكل زين قلنا قلنا في صدر الحسين 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 يزيد ما انتصر عليه جيش يزيد جيش عمر بن سعد انتصر على الحسين ما انتصر إذا ما انتصر خلال الآن تعال شوف العالم كله في هذه الليالي يهتف يصيح يقول يا حسين يعني انتصر من الحسين عليه الصلاة والسلام هذا اللي قلت لك الحسين ماذا احفظ الكلمة محور الاستقطاب ودمعة الاخضاع مو خميني مو طاحب الاختلال طباطبائي مو مصطفى الخميني مو أكبر واحد منهم ما يقدرون النتيجة هؤلاء كانوا يعترفون بالحسين عليه السلام يجعلونه هو مثلا اعلى يحضرون مجالس الحسين عليه السلام يظهرون دمعة على الحسين لطمة على الحسين صحيح لا فالحسين هو المثل الاعلى هذا يعترف بالحسين فالحسين هو المقياس اي انسان شوية يتوع يتعلم يزداد معرفة علما ينظر في اقوال ابي عبد الله الحسين عليه السلام فيجدها متناقضة مع ما قال هؤلاء يقول الكلمة للحسين وهؤلاء لا يساوه شيء ولهذا الحسين ضمانه الحسين حصان النا الحسين منهج الحسين ما يجرنا الى الحسين الى جد الحسين الى ابي الحسين الى اخ الحسين الى ابناء الحسين سبحان الله الله جعله هالشكل استقطاب مثل مغناطيس وين ما وارح راح واحد يروح يشرق يغر يدور منا منا اخيرا ماذا يرجع للحسين عليه السلام اذا واحدا افلت راح المجتمع عموما يرتد على هذا يرفض هذا الذي افلت وشط وغرب وراح بعيدا يقول لانه الذي يجرني كل سنة ماذا الحسين عليه السلام اسمع تعاليم اسمع اقوال فارى انها متناقضة مخالفة لما جئتم به فاقدم كلام الحسين عليه السلام هذا اللي امشي على نفسي هؤلاء طرحوا شبه قالوا انتوا ليش تقولون لا يمكن معرفة كنه الله هذه شبهة من بعض شبههم للعلم يقولون ممكن بس معرفة تزداد عمقا مع الرقي والشموخ في العرفان بس ممكن المعرفة ممكنة اشلون ويؤولون طبعا الروايات التي تتحدث عن انه لا يمكن معرفة الله كله طبعا مجال التأويل خصب والخيال هم خصب خيال في خيال وهم في وهم في أول بكيفه قالوا تعالوا احنا ألسنا نقول ان الله موجود موجود يعني شنو يعني خلاف العدم صحيح الوجود نقيض العدم صحيح نقول الله عدم ما نقول عدم فإذا هو موجود هذا موجود وكان الوجود لا معنى له إلا أنه نقيض العدم فكان وكان وكانت صفاته جل وعلا عين ذاته فقد صار الوجود عين ذاته فعرفت أنا عين ذات الله خلص هذا هو عرفت كنه الله الله وجود اللي تتبع الكافي الشريف ما تخالفني تقول الله موجود زه فالله موجود صفات الله عين ذاته إذن الله أدركت أنت عين ذات الله خلص انتهى الموم عرفت ذات الله هذه الشبهة من يرد عليها أبو عبد الله الحسين صلوات الله في تلك الخطبة العظيمة التي رواها ابن شعبة الحراني في كتابه تحف العقول خطبة أبي عبد الله الحسين عليه السلام في التوحيد والتي كل عبارة منها بحاجة إلى دورة بحثية مستقلة كل عبارة هذه العبارات العظيمة من سيد الشهداء صلوات الله عليه أول ما يبدأ كلامه يقول أيها الناس اتقوا هؤلاء المارقة الذين يشبهون الله بأنفسه يسعون تشابه بين صفاتهم وصفات الله هذا مو فقط يقصد الحسين عليه الصلاة والسلام من هؤلاء أهل الخلاف اللي يقولون الله جسم والله كذا والله كذا لا 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 هذا حتى الذي يقول وجودنا ووجود الله صفة واحدة مشتركة في معناها وحقيقتها هذا قد شبه الله به لو لا شبه الله بأنفسهم أم لا الحسين عليه السلام ماذا يسمي هؤلاء يسميهم عرفاء شامخين لو يسميهم مارقة مارقة يعني شنو يعني مرقوا من الدين مرقوا يعني خرجوا من الدين بس باسم الدين لحن ليش نسمي المرق مرق تدري ليش لأنه شيء ماذا قد مرق من اللحم هكذا يخرج هذا الماء وهذه الأخلاط من اللحم فيسمى مرق المارقة يعني هذا المارقون خوارج دور يعني شنو يعني من مرقوا من خرجوا عن الإيمان خرجوا مثل ما مرق السهم عن الرمية هكذا أو عن الرمية الحسين يسمي كل من يشبه الله بالخلق مارقة ويدعو الأمة إلى أن تحذر هؤلاء يقول أيها الناس اتقوا هؤلاء المارقة الذين يشبهون الله بأنفسهم يضاهؤون قول الذين كفروا من أهل الكتاب بل هو الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير إلى أن يمضي الحسين عليه السلام فيقول التفت جيدا خلاصة البحث ولا تدركه العلماء بألبابها يقولون شنو عالم هذا هذا عالم صاحب الميزان صاحب الاختلال هذا عارف لا 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 ماكو هذا الحجي الحسين عليه السلام يقول العلماء لا يدركون الله بألبابهم يعني بعقوله ما يدرك الله بالعقل ما يدرك ما تقدر تعرف حقيقته كنها ما تعرف ولا تدركه العلماء بألبابها ولا أهل التفكير بتفكيرهم أبدا مهما تتفكر مو يقول إنه إرشادي يجوز واحد ترى اللي يتعمق يتفكر في ذات الله يجوز مو مشكلة إذا يتعمق في المسائل العلمية الفلسفية العميقة يقدر يفكر يوصل إلى الله يعرف ذات الله كنه الله عز وجل يقول لا مو صحيح أبدا ما يصير ولا أهل تفكير بتفكيرهم طيب شلون إذن أصلا ما نعرف الله عز وجل نعرف شيء واحد الله الغيب إلا بالتحقيق إيقانا بالغيب الذين يؤمنون بالغيب الله موجود نعم من ضيق العبارة يعني أنف العدم أقول الله مو عدم مو خيال أما حقيقته ماذا غيب لا يتوصل إليه أؤمن به نعم أؤمن به الله موجود وجود الإيمان به هذا هو المعنى آية خلاصة البحر إلا بالتحقيق إيقانا بالغيب لأنه لا يوصف بشيء من صفات المخلوقين وهو الواحد الصمد ما تصور في الأوهام فهو خلافه الله أكبر قاعدة ذهبية من أبي عبد الله الحسين عليه الصلاة أستاذ التوحيد أين هذه الأمة من أن تتعلم من أبي عبد الله الحسين التوحيد الحقيقي شنو يقول لك ينطيق قاعدة يقول كل ما تتصوره في وهمك في عقلك في ذهنك عن الله ترى الله خلافه أي شيء اللي تقول تقول الله جسم الله مو جسم تقول الله حقيقة وجوده كحقيقة وجودنا وأكو اتحاد مشترك خلاف ذلك الله كل ما تصور في الأوهام فهو خلافه خلافه تماماً مهما تروح مهما تقول ما تصل ليس كمثله شيء أحسنتم ليس كمثله شيء إلى أن يقول عليه الصلاة والسلام احتجب عن العقول يقول كما احتجب عن الأبصار ما تشوف الله ببصرك عقلك هم لا يمكن أن يحيط بالله الله محتجب عن العقل هذا عقلنا محدود ما يوصل ما يوصل الله ما يوصل إلى عقل رسول الله ما يوصل يا قوم عقل رسول الله ما يوصل إلى معرفة حقيقة الله عز وجل ما يصير أبدا احتجب عن العقول كما احتجب عن الأبصار وعن من في السماء احتجابه كمن في الأرض مثل ما محتجب عن من في الأرض الله محتجب عن من في السماء الملائكة المقربين المحدقين بالعرش ما يعرفون الله عز وجل حقيقة المعرف كنه المعرف قربه كرامته وبعده إهانته إذا يهين أحد هو اللي يبتعد عن الله عز وجل لا تحله في ولا توقته إذ ولا تآمره إن الله أكبر هذه كل عبارة تحتاج محاضرة مستقلة إذا قدرنا نشرح خلينا نمر بسرعة علوه من غير توقل يعني من غير صعود علو الله عز وجل من غير صعود منه ومجيئه من غير تنقل مو يصعد ينزل مثل ما أهل الخلاف يقولون الله يصعد ينزل في الثلث الأخير من الليل صاعد نازل هالشكل باللفت لا لا ماكو هذا الحج يوجد المفقود ويفقد الموجود ولا تجتمع لغيره الصفتان في وقت ترى تقدر تخلي صفات متناقضة في الله عز وجل وتجتمع في وقت واحد كل شيء لأنه لا يجتمع في غيره المتناقضات لأنه فوق التناقض الله عز وجل شنو احنا نقول محي مميد قريب بعيد صحيح شاهد غائب كل هذه المعاني ماذا متناقضة شنو تجتمع تجتمع الله خالق التناقض الله خالق الوجود الله خالق الصفات الله خالق العقول الله خالق الأوهام الله عز وجل فوق كل المعاني فوق كل المعاني ثم يرد الإمام عليه الصلاة والسلام على هذه الشبهة عرفنا أن الله موجود وصفات الله عين ذاته فقد ماذا عرفنا كنها ذاته الله عز وجل عفوا الحسين عليه الصلاة والسلام يبين هنا ما معنى قولنا أن الله عز وجل موجود شنو هذا المعنى معظم الأمة ترى ما تعرف وأحسب حقيقة حتى كثيرا من طلبة العلم في الحوزات هم يعرف معنى قولنا موجود مضافا إلى ما قدمناه منطقيا وهو أنه من ضيق العبارة وأنه نقصد به نفي العدم عن الله عز وجل وهذا اشتراك لفظي نقول ليس قولنا إن الله تعالى موجود بالمعنى الذي توهمتموه الوجود هنا وجود الإيمان يعني شنو أقول الله موجود وجود إيمان به أثبت وجود الإيمان به هذا هو معنى الله موجود عند الموحدين وفي مقدمتهم سيد الشهداء الحسين عليه الصلاة والسلام شوفش يقول هاي العبارة كلش مهم يقول يصيب الفكر منه الإيمان به موجودا يصيب الفكر الفكر يشتغل فتصيب ماذا النتيجة التي تصل إليها الإيمان به موجودا تقول الله موجود تؤمن أنه موجود ولكن أي معنى للموجود هنا يقول يصيب الفكر منه الإيمان به موجودا ووجود الإيمان لا وجود صفة الله أكبر يعني لتتوهم أنه صفة الوجود فيه نثبتها وهي التي تقابل العدم فإن هذه الصفة بذاتها مشتركة معنا نحن وهذه الصفة مخلوقة لله عز وجل فكيف تكون صفة له ليست الصفة التي نثبتها في قولنا إنه موجود وإنما الذي نثبته الوجود الإيمان به أنه موجود وجود الإيمان به وهو كله من أي باب ضيق العبارة يصيب الفكر الإيمان يصيب الفكر منه الإيمان به موجودا وجود الإيمان لا وجود الصفة هؤلاء أصحاب المسلك الباطل ماذا يقولون يقولون صفة الوجود نثبتها لله وهي ذاتها الصفة التي وصفنا بها ما يقابل العدم وهذا معنى واحد الوجود حقيقة مشتركة صفة واحدة ذو حقيقة واحدة مشتركة غاية ما هناك أنها تشكيكية ذات مراتب الإمام الحسين عليه السلام ينسف هذا الاعتقاد نسفا يقول وجود الإيمان لا وجود صفة أنتوا تقولون صفة نحن نقول إيمان لأنه ما نعرف هذه صفة الوجود الله خالقه به توصف الصفات لا بها يوصف الله تصف الصفات لأنه خالق الصفات لا بها يوصف وبه تعرف المعارف لا بها يعرف جايب لي معارف تسميها معارف فلسفة وعرفان إلى آخره وبعدين شنو بتقول أعرف بها الله عز وجل العكس هو صحيح بالله إن تعرفت هذه المعارف إن عدينا يعني اعتبرناها معارف وليس العكس به تعرف المعارف لا بها يعرف فذلك الله لا سمي له سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير نحن نواجه هؤلاء بمن بالحسين بن علي صلوات الله عليهما لذلك لن ينتصروا إنهم أيضا إلى زوال مهما بلغت قوتهم لهم نظام دولة تفرض ما تشاء على الحوزات تفرض ما تشاء من مناهج باطلة تغذي هذا الفكر السرطاني الخبيث المناقض لتعاليم يا إمتنا عليهم الصلاة والسلام ولكننا نعلم أنها بالنتيجة حرب خاسرة من طرفه خاسرة لماذا لأن عندنا محور الاستقطاب أي شخص الآن يسمع هذا الكلام إن كان سويا وعاقلا متجردا عن الهوى يقول أنا أنحاز إلى أبي عبد الله الحسين عليه الصلاة والسلام آخذ بما قاله الحسين صلوات الله عليه حين يقول وجود الإيمان لا وجود صفة ما آخذ بكلام صاحب الميزان ولا غير كلام صاحب الميزان شيء علي بهؤلاء أنا ولهذا دائما النصر حليف من الحسين والسائرون على درب الحسين إذا هم سلاحهم دولة ونظام وقوة نحن سلاحنا ماذا الدمعة على الحسين عليه الصلاة والسلام هي هذه الدمعة تنصرنا عليهم بمنهج الحسين الدمعة هذه اختزلت منهجا عظيما يحرق كل منهج باطل مخالف لتعاليم الحسين وآل الحسين عليهم الصلاة والسلام في تفسير إمامنا العسكري أرواحنا فداه هذه الرواية عن جده رسول الله صلى الله عليه وآله أنه يقول ألا وصلى الله على الباكين على الحسين رحمة وشفقه واللاعنين لأعدائهم والممتلئين عليهم غيظا وحنقا ألا وإن الراضين بقتل الحسين شركاء قتلته ألا وإن قتلته وأعوانهم وأشياعهم والمقتدين بهم براء من دين الله إن الله يأمر ملائكته المقربين أن يتلقوا دموعهم المصبوبة لقتل الحسين هاي الدموع اللي تنزل منك لقتل الحسين عليه الصلاة والسلام الله يأمر الملائكة تتلقى هذه الدموع إن الله ليأمر ملائكته المقربين أن يتلقوا دموعهم المصبوبة لقتل الحسين إلى الخزان في الجنان فيمزجوها بماء الحيوان فتزيد عذوبتها وطيبها ألف ضعفها هاي لا تتصور هاي الدمعات بسيطة هاي هاي الدموع المصبوبة لا تتصور هاينا هذه الله عز وجل في بعد غيبي تتلقاها الملائكة خزان الجنان يأخذونها يمزجونها بماء الحيوان في الجنان فيزداد عذوبة تعرف هايش قد قيمة هذه الدموع على الحسين عليه الصلاة والسلام وإن الملائكة ليتلقون دموع الفرحين الضاحكين لقتل الحسين يتلقونها في الهاوية ويمزجونها بحميمها وصديدها وغسلينها فيزيد في شدة حرارتها وعظيم عذابها ألف ضعفها ألف ضعفها يشدد بها على المنقولين إليها من أعداء آل محمد عذابهم العكس بالعكس العكس بالعكس صلى الله على الحسين وصلى الله على الباكين على الحسين ألا فبكو سيدكم الحسين صلوات الله عليه اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة